موسيقى يلا يلا يا عبدالله عن شو بدك كنت تخبرني كنت عم تحكيلي عن الآيس كرين كنا نتحدث عن السكر ونكمل عنه ولكن على موضوع الآيس كريم نتحدث عن مداما نحن نحاول نجد بدائل موجودة يعني أنا الآن التشوكليت بعملها بالبيت الآيس كريم بعملها بالبيت الكيك الكوكيز كل ياته ومن يهل ذكرت خلينا نتحدث عن الرو كوكينج والبسكتس الرو والشغلات كل ياته فهلا الآيس كريم سهلة كثير يعني هلا أنا إذا بدي أحلي سواء التشوكليت أو الآيس كريم أو شو ما كان شي عم بعمله إذا بدي أحلي هل أفضل شي لستيفيا؟ وعنا إياها وبيه لبنان أنا جبتها معي من كندا ونزرعت هون وهون 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 أفضل شي لستيفيا لأنها نبتة مثلها مثل النعنع الورق حلو كتير طعمه بتنشف وبينطحن والبودرة الخضرة ليش اللي موجوده في السوبر ماركت اللي منشوفه صار فيه كتير ستيفيا لونها أبيض فبتكون هاي مكررة ومضافلها ديكستروز وممكن شغلات تانية فبودرة خضرة اللي هي ستيفيا بتليق على أشياء وما بتليق على أشياء لأنه فيه لها شوية طعمة طعمة نبات فشو بيزبطها للماء؟ على آيس كريم طبعا أنا لأنه ما بحب شي فيه سكر فبستعمل الفواكه أكتر شي بالفواكه بستعمل الليمون يعني بالنسبة إلي الليمون؟ الليمون إحنا شو نقول بردان يعني لا ليمون لا ليمون ليمون حامض ليمون حامض بزرط فهو أكتر شي بيعمل آيس كريم وعصير وهايك لأنه أول شي طبعا من أحسن الشغلات للجسم الليمون منيحة لبنذكر نحكي عن ماغنيسيوم كلورايد عشان حصوات الكلة الليمون بيعمل الدم قلوي يعني إذا كل يوم الصبح بصحة الصبح بأخذ كاسة بعصر فيها الليمون ومع مية وممكن أحط معها شوية ستيفيا يا الله شو بتطلع زاكية وشوية نعنع يعني أزكى من هيك ما فيه كتير طيب يخي عندنا بايع في البناء إذا ترون بيش بيقول له لهوني أنت ورايح وجاية كان فيه لامو ناضا لامو ناضا فوقت في السيارات كلها تشرب لامو ناضا ما كان فيه عندنا سكر ومن بعد هذا السكر شو كان يحطوا ما فيه سكر يحطوا دبس أوكي دبس خارج دبس عناب دبس هيك ودبس هيك مضبوط كل السيارات توقفتها تشرب من عندهم لامو ناضا هلأ وين ما كان بتروح مشروبية غازية مضبوط أنا بعملها نفسها بس بعملها بالستيفيا إنه بعصر ليمون بعصر ليمون بالقشرة يعني مش عصر ليمون عادي متل ما هي بقى سمن النص وعلى العصارة متل عصارة الجزر بعصر بتطلع هي والقشرة والبزر كله بينعصر كل شي فيها بيطلع بالظبط تنعصر شوية ستيفيا مية شوية نعنع كتير طيب هلأ إذا بدي عمل آيس كريم ولا أسهم من هيك شو؟ بدي شي تيكثفه شوية شو منستخدم سواء كان القوار غم أو الزانتان غم نيناتهم اللقوم أو الغوار غم لقوم مثل الفصولية والفول بس عنده خاصية إنه هو المطحون طبعا إنه إذا بنحط مع المية بسرعة 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 بينفش يعني إنه كتير بيشرب مية فبصير كثافته عالية شو فينا نسميه بالعرابة؟ اسمه صمغ لقوار صمغ؟ لقوار عند العرب ممكن يستخدموا صمغ المسكة أول في في المحلب رفيق هيدا يلي على السنوبر بيطلع اسمه اللبان عنا سنوبر بتلاقي وينكي فيه موجود موجود فيه الصمغ العربي صمغ وفيه البان الذكر لبان بس فيه شيء له طعمه فيه شيء ما له طعمه تما يطعم على الأيس كريم فالمهم إنه بحط أنا شوية قوار قم متوفر عادي وسهل فبنحط عليه هي الأيس كريم الغالية اللي موجودة في العالم هي المكففة اللي فيها اللي بيستخدمه هو القوار بس الرخيصة بيستخدموا شيء صناعي فالمهم بحط شوية تك 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 هذا بعد دقيقتين ثلاثة بتكون صارت زي المهلبية تنحط بالفريزر صارت أيس كريم وانتهى الموضوع إذا بحب ممكن نحط عليه حليب لوز بدال المية فبتصير آيس كريم لمون محلية بالستيفيا مع حليب لوز يعني في جميل ما كنشي في حل وبنحط فيها نعنع كمان يعني إنه أطيب من هيك عن جد ما فيه فهاي كبديل للسكر للشوكولات نفس الشيء بجيب زبدة كاكاو نضيفة إنه هذا تتدوب بنحط معها كاكاو فرضو نضيف و أورغانيك وهيك وبتحلى بالستيفيا طبعا مشكلة الناس بتقبل طعمة الستيفيا على الشوكولات على الليمون كتير طيبة على الشوكولات مرات بتظبط مرات لا بس حتى أضبط الطعمة بحط عليها زيت بيبرمنت اللي هو نوع من النعنع هو بس طعمته بتختلف شوي أقوى فطعمتها منعرف فيه شوكولات بسوق بسموها أفتر ايت هي شوكولات بالنعنع مشهورة كتير و هيك فبتصير طعمته بالضبط مثل هاي الشوكولات و أنا عملها بالبيت و ما فيها سكر و أنا محليها بالستيفيا قوعكم تقربوا ما حدي أربع المحليات الصناعية الأسبارتم الأسبارتم عبارة عن يا الله الأسبارتم عبارة عن أسبارتك أسد وتايروزين أمينو أسد وأمينو أسد مربطون مع بعض هلا الأطباء ليش بدافع عن الأسبارتم الأسبارتم طبيعي وأحماض أمينية طبيعية لأنه بالنسبة لهم أسبارتك أسد حمض أميني موجود بالجسم تايروزين برضو حمض أميني موجود بالجسم و مربطين مع بعض عملوا الأسبارتم أوكي هيك بالنسبة لهم بس وين المشكلة في الموضوع مش أي مركب جوه الجسم بتفكك بشكل طبيعي الأسبارتم لما ينخلطوا هدول مع بعض وينحط جوه الجسم بيتفكك لأشي بسموه الفورمالدهايد والفورمالدهايد بيتفكك لأشي بسموه الفورمك أسد الفورمك أسد نيوروتوكسن يعني حارق للأعصاب إنه بس يدخل جوه الجسم الأعصاب بيحرقها لدماغ بيحرقوا حرق الأسبارتم يلي عم ناخده بدال المحلي بيحرق دماغ حرق فكل التجارب يلي عملتهم الشركة الشركة اسمها السيرل يلي بلشت الأسبارتم كل التجارب يلي عملتها الشركة على الأرود وعلى الفيران قبل ما يطلعوا الأسبارتم خبوا التجارب طبعا التجارب فرجت أن الحيوانات التي كانت يعطوهم أسبارتم صار فيه ثقب بالدماغ الدماغ ينخزئ وهلأ أي حدا بيأخذ أسبارتم بس ينتبه المشكلة إحنا بطلنا نحس هلأ ينتبه الواحد أي حدا بيأخذ أسبارتم بيصير معه صداع خصوصا في المنطقة الخلفية بيصير فيه صداع ليش؟ إنه عم تحرق الأعصاب بس إحنا منفكر أن الصداع شي طبيعي مناخد حبة منادول أو شو مكان يعني بطلنا نحس ما عدنا نحس بجسمه لكن إحنا العرب ما بنقرأ ولك الأسبارتم موجود بكل شيء بحفظات الصغار والكبار وهي ما فيني خبركم اختبرتها أنا كل الوراق وكل هاي بتحطها بالحمام بتحطها هاي والوراق وبتمسح فيها وكلها يا حرام ما فيني خبرك باليابان ما حدا بيلبس أندروير للمرة وللرجال يا حرام خلص شلوه بالمسلمين كلهم عندهم بحمى ميتهم شطاف خلص بتشطف الماء بتنزل نزور وخلصنا رجعوا يحطوا شطاف كلكون عم بصير في سرطان بالفاجينة بالبينس بقى يا حيب شوم بالأطفال بحفظات الأطفال نمت الحياة كثير غلط ما بنقرأ وما بنفهم وإذا فهمنا ما بنحف نفس الله ما نوصل لغلط رجعلنا غلط نحن صرنا كلاس كلاس بس الحمد الله هلأ في ثورة عم بتصير يعني الناس هلأ صاروا يعرفوا أكتر وعم بتعلموا أكتر وعم تتغير عم بيصير في ثورة أبدا نتحمل أنينك مي منه البلاستيك كلها إيه أزاز مركيخي مرة كنت بيمطارة عربي ما بحرف أين كنت بقولها عم يعتوا قنينة قلت له لا لا قال لي خدية بعدين قال لي واحد خدية وخذي الورقة ما في عليا ورقة شلت الورقة تحاطين جمهة مثل كأنك عم تشرب شاي وملزقينها قال لي شو هي قال لي بس لون العرب قال لي في خيئة إحنا مش عرب ويك أب ما في للأسف وطبعا إذا إحنا بجاهل رح يستغلون الناس اللي اللي بتستغل بيرح بفرجينيا تلفان تغرب شو حمصير بدنا نطلع من الجاهل ستة أعلى ودي طلعوا إرهيبيين عم بيقتلوا بدون سبب لا كرة الأرضية كلها كل من عليها فان وين رايحين هلأ نفطس نحن أربعة من الستوديو ها قال لي أنا فيكم تعرفوا كلكم على أي برزق و أي كوكب ميرور جيزينج كلنا خلص هلأ وقت تنغير كل إشي خلص لا يغيروا لهما بقومين حتى هلأ ثورة فكرية وعن ما شاء الله عم يصير عم يصير في كتير تحسن تغير وعم يصير في وعي وثورة فكرية الانترنت ما هي ما خلت فتحت المجال لكل شي فبس هلأ بنا نمشي مع التيار صح بدنا نحط الأخلاق قدامنا بدنا نحط الأخلاق قدامنا بدنا نعرف نفسر الدين صح الله واحد أحد الناس كلها واحد مفرق بناتهم الرسول ما أزا حدا الرسول جاره اللي كان يؤذيه كان يحبه فأسلموا الناس بأخلاق بالضبط فبن نرجع للأصل بدنا نفهم الدين صح كل الأديان من نفهم لأن الأديان أصلها واحد والله واحد وكل الناس واحد خلاص ما في فرق بين حد وحد قال لي بيفرق بينه بين شخص بيكون في عنده مشكلة نفسية هذا هو الموضوع بس يعني بيحل المشكلة نفسية برجع بيحب كل الناس مثل ما الطفل بيحب كل الناس ما بيميز بين حد وحد بيتطلع بكل إنسان هيك بيتفرج عليه بيميز هذا الشخص شو هو من وجهه من عينه من كذا عند الطفل في راسه بيعرف كل شخص قدامه من طاقته من شكله من كذا فالمهم كنا منقول على الأسبارتم الأسبارتم هيك بيعمل السبلندا يلي بسموها السكرلوز برضو هي عبارة عن سم هي عبارة عن ذرة سكر معكوسة كانوا يعملوا تجربة على مبيد حشري ولحد الآن سبلندا أو السكرلوز بيرشوها على الأفات الزراعية بعض الأفات الزراعية كمبيد حشري فيها دي كل مرة صدمت شوفت محلي موجود بالسوق العربي بسموه سودوم سايكلميت هلا هذا المحلي من زمان ممنوع قانونيا بأميركا من زمان لا يعني شوفها الأسبارتم سام جدا ولازال مسموح في أميركا محارق العصاب السايكلميت ممنوعة في أميركا يعني قديش سام موجود في السوق العربي كمحلي فإذا بدنا نحل شي بنستخدم إذا ما بدي سكر بالمرة باستخدم ستيفيا إذا باخد سكر بكميات بسيطة باستخدم دبس بكميات معقولة التمر دبس عنا دبس خرو بس بيضل فيهم سكر يعني مريض السرطان ما في ياخدهم طيب صح طيب صح بعد ما يصحب 6 أشهر بيصير ياخدهم بكمية بسيطة بس إنه بده جسمه ما يكون فيه سكر مثل ما حكينا على بروس لبتون إذا باكل سكر أو إذا باكل نشويات هلا بقولوا إنه هذا غلوكوز لطبة بقولوا هذا غلوكوز للجسم طاقة للجسم بس وين الموضوع ناسين شغلة عندي من تم للشرج قديه مسافة طويلة 12 متر أرى ما بعد 14 متر مسافة كتير طويلة أي بكتيريا أي فيروس أي طفايليات موجودة فيها وموجودة بالدم رح تتغذى على هذا السكر كل الجسم من باب النطق لباب الخلق قاعدين نحف ما تشغيلوا حق بالضبط فهلا إذا باكل أي شي سكر أو أي شي نشا صفيت عم بطعمي كل الطفايليات بينما إذا باكل خيار إذا باكل خس إذا باكل ملفوف إذا باكل خضار خبايزة هندبة شبط سلق شو ما كان إذا عم باكل شي أخضر الطفايليات كلها ما فيها تأكله بتموت بس جسمي بيمتصه والجسم بعيش هذا اللي بيصير نحن عنا هي عشبة بسموها خبايزة طبعا ما فيني أقول لك ميت شو يجيب هالخبايزة قال كلكو نبتاكلوها نبتاكلوه ما شنال إحنا بالعرب يعني منقلها خبايزة كأنو خبز الخبايزة واللسان الحمل داما بيطلعوا جنب بعض كلهم الهندبة بتطلعوا وينما كان وبتطلع من الصخر هالنبتة هالنبتة ياللي بتطلع من الصخر شو بتعطيني قوة مثل البزرة حكينا على المنبتات قبل هالمرة يعني لما أكل بزرة بروكلي منبتة كأني أكلت حبة بروكلي كبيرة يا حبيب قلب بزرة طب إذا أنا أكلت كمشة بزرة منبت معناته أكلت قديش بروكلي عشان هيك بيعملوا جماعات جيرسون بيعملوا دايما بيأكل الواحد أخضر بس لازم يأكل عصير كمان لازم على عصارة الجزر أحط أخضر أخضر وأعصر أحط أخضر أخضر وأعصر أطلع كاسي خضرة ليش بيعملوا هيك؟ سمحنا يا كمال جنبلاط ليش بيعملوا هيك؟ بيقول لك لأنه أنا كويس هلأ طبعا فيه ناس بينتقدوا بيقولوا بس انت هيك بتشيل الألياف وبتشيل كتير مواد مفيدة ممكن تأكلها هم بيقولوا إحنا بناكل ألياف بنعطي سلطة بيأكلوا سلطة بس لما أعطي كاسي خضرة أنا هاي الكاسي الخضرة حطيت فيها كمية أخضر كبيرة مستحيل الواحد فيها كلها يعني ما ممكن أنا أجيب ضمة خبيزة هالقدة وأكلها صح؟ بس فيني أعصرها وأشربها فباخد كمية كلوروفيل كبيرة كمية معادن كبيرة كمية فيتامينات كبيرة وكيرسون ما بيشربوا مي إذا عم بيأخدوا عصير أخضر بيقولوا ما فيلزوم للمي لأنه هي فيها مية فيها فيتامينات فيها كل إشي إذا شربت مية فوق هيك بصفي عم بخفف حامض المعدة وبالتالي أنا إذا عم بيشرب عصير أخضر ما بيزوم مي بيشربوا 13 كاسة عصير أخضر يومياً جماعة ماكس كيرسون وبيري حولي بعتلي قال لي ماما عم بيصير سرطان بالمناخير يوهاي بعنا أفاتار إن لابانا عم كمال جنبلاغ بس الأم هالا عم تمضغ 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 بترجع بتحط اللي هذه الأوليلة بمناخيرون بس يحطوها بمناخيرون عم بيصحوا يا رب تصور وفي عشبة في لبنان عند الأرمن اسمها لوفا أنا مرّة بأميركا بتحط خضرها بشي إيه جغاس رئيس الصياد اللي بأميركا قال لي شي لي هايدي ما فيك تطبخيها هايدي عند الأرمن مرتعن بالسنة آه علاج مصبوط؟ نعم مصبوط؟ الأرمن مرتعن بالسنة بتطبخوا لوفا مصبوط؟ بحتولها حموس وطيبة تيكلية بها الوقت موسم بها الموسم تفهمتو؟ ليش ما بنعري تنظف الجسم؟ بنا علم هلا العلم اللي عندك خلاص منك وحدك من هو؟ قلت لي في عالم هلا الأدنية كمان عم يحكي شيخ شي آه شحرور؟ ايه هاي قلت لي عن واحد هاي شي تاني بس هذا الشخص ما شاء الله عليه للأسف كتير 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 عم يوقف ضده أكيد طبعا لأنه إحنا جاهل وش فاهمين عم يفسر القرآن بطريقة أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بروح على خطبة الجمعة، كل خطبة الجمعة عم يحكي نفس الشي وعم يسب على الغرب وعلى اليهود وعلى ما بعرف شو على سيرة حقنة الأهوة اللي حكينا فيها في جماعة ايجوا من فلسطين من فترة عايشين جهة اليهود فاجوا عندهم مريضة سرطان بحالة متقدمة كتير واجوا تيزور وتيسألوا انه شو ممكن نعمل شو ممكن سبا كذا هيك بالمستشفى وحالة صعبة كتير وهيك فاجت ايجوا الاهل وعن نتحدث قلتونا على حقنة الأهوة على الأكل كيف ياخدوا جرين جوز كيف إذا ما فيها تاكل يعطوه عن طريق الحقنة عصير أخضر سبريلين أكريلا يعني انه طريقة يلي من خلال ممكن يغزوها وينطفوها الجسم فبس راحوا على الضفة وهناك اندخلوا على المستشفى بدهم يعملوا حقنة الأهوة طبعا فيه طبيب مشرف فقالوا له بس لو سمحت يعني احنا في شي بدنا نعمله فهي لحقنة أهوة كذا 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 فبتقولي داما اليهود هيك بيعملوا ولي يطلع من فوق لتاحت فيهم يقولهم احنا منعمل الحقنة الأهوة بس ما منعمل للعرب نفس الشي الـ MMS واحدة راحت من فترة طويلة على صيدلية عند اليهود فبتقولي انه بتقولي بدي في اشي اسمه MMS ممكن تكون بتبيعوه تفرج فيها نفس الشي من فوق لتاحت بقوله موجود وسما ببيع العرب بس لليهود اجيت له واحدة اللي عندي من بلد عربي وصحي ثلاثة كانوا بس رحت لهون ايه قالوا لا هالا الامريكان مشلكوا منقتليك حكيت بو معه صراطة قالت له انا بجي ماشي اللي عندك بتشلي الف دي اي وهيك قال لي لا قالت له تركها البنت تحكي هلأ عسكت كلهم ببيوتهم بيعلموا وبيحكوا لبعضهم ما فيك تمنعوها ايضا علم عن كل الإنسان مش هذا البس نحن عربين نحن مش عرب نحن بني ايدم نصبوط نصبوط هدول الاشخاص ناجحين لان عندهم العلم وبيستخدموا العلم بس لالعرب بيتاجروا بيفيدوا شعبهم بالاشياء المفيدة ورخيصة والكويسة بس لالعرب خليهم يشتروا ادوية خليهم العربي ضلوا يشتروا ادوية ليش يعرفوا انه فيه شغلات مفيدة ورخيصة وفيهم يعالجوا حالهم من خلالها بيخسروا زبون خلاص هلأ فيه كبسة زر عمره سنتين بيفهم وايرلس انا لولو ليه يا حرم انا خلقت وايرلس اليوم ما فيه العطسين هو بيرو عم نبع محمد طلع على الجبل ما للي الجبل تع نصبوط فكنا عم نحكى على السكر ما برفضي ضل معانا وقت فالسكر يدخل الجسم بيغذي كل التفايليات اللي موجودة بالجسم مثله مثل المخدرات اذا عندي تفايليات اذا عندي فطريات اذا في عندي بكتيريا اذا في عندي فيروسات لما اكل سكر او منشا عم بيغذي فيها طبعا زي ما حكينا تجربة بروس لبتون بحط البكتيريا بحط سكر بيتقرب عليها بسرعة وشو تاني اشي اللحمة والحليب ومشتقاته المنتجات الحيوانية شو اسرع اشي بيعفن اذا كان برى التلاجة اللحمة ومشتقات الحليب في ساعتين ثلاثة أربعة سيكون عفن خلص، يخرب فوراً، لماذا؟ ما الذي يعفن؟ الذي يكون شيء ميت والبكتيريا تتحلله البكتيريا تعيش وضع خياره بره التلاجة تظل عائشة، تنشف شوي شوي لا تعفن إذا كانت أورجينيك لا تعفن، تظلها تنشف 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 لا تنشف بالأخير، لكن لا تعفن لأن البكتيريا لا تعيش عليها شيء طبيعي، شيء عايش، شيء حي لكننا نأكل أكل البكتيريا ونأكل أكل النمل يلي هي الأش الأمور يلي هي ميتة وبدها تتحلل، مثل اللحمة مثل الشغلات الحيوانية، السكر غذاء للبكتيريا النمل بروح بيحلل أي شيء ميت وإحنا عارفين هذه القصص فالسكر جو الجسم بيشتغل شغله مثل المخدرات إذا بأخذ شوية سكر بفكر حالي أخذ طاقة بس أنا ما أخذ طاقة، أنا مثل يلي بيأخذ هيروين بيصير في عنده حالة معينة يلي بيأخذ كوكاين بيصير في عنده حالة معينة أخذ طاقة من المخدر بيصير في عندي طاقة، بس طاقة مؤقتة ما في ساعتين ثلاثة ولا فترة بسيطة برجع بف بوقع بس أوقع بيصير جسمي حك بدي سكر، بدي سكر، بدي نشا، بدي خبز، بدي رز بدي هيك أي شيء سكر، أي شيء نسل الجسم بحك بحك مثل كأنه في عنده مخدرات بيطلب مخدرات طبعاً بيضل عيار السكر كل شيء مخدر أعراضه الإنسحابية لها عيار السكر عياره عاشر أيام بيظل عندي هالحكة، بيظل عندي هالوجع، بيظل عندي هالتخيل بيصير نفسي بدي أروع الدكاني أشر شوكلت أي شيء بيصير بدون ما أفكر مثل كيف اللي بدخن يقف دخان فجأة بيصير جسمه لوحده بيمشي و بيمسك البكية و بيطلع لوحده لأنه كثير قوية طاقة الأعراض الإنسحابية فبيصير هذا الشخص انسحاب، 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 انسحاب عشر أيام بعد عشرة أيام برتاح الجسم بيطلع السكر خلص و بيظلوا بدون أي مشكلة إلا إذا رد رجع أخذ سكر مرة تانية برد بدخل في الدائرة بدخل فيها مرة تانية دائرة الإدمان دائرة السكر فهلأ هذا كله كوم ما بعرف إذا بتقولوها بلبنان هون احنا ميقول هاي كوم وهاي كوم ايه بنقول بتقوله هيك حلو كوم بالظفت بالظفت فهل موضوع كله موضوع السكر والتفايليات والسرطان و هذا كله كوم و هناك كوم تاني ماذا هو كوم التاني؟ الاكتئاب الاكتئاب سبب الاكتئاب عند المجتمع سبب الحالة النفسية الدائرة اللي موجودة عند المجتمع إنهم بيستخدموا السكر والنشاء وجود السكر في الجسم بنزل السيراتونين اللي هو نيورو ترانزميتر اللي مسؤول على إن الواحد يكون مرتاح نفسيا فيه سلام و مرتاح و ماذا؟ بيصير ديبرست الواحد داون مثل الغيمة باخد سكر بصير كأنه فيه غيمة نزلت طبعا بس أخد السكر بتنشط ساعة بعد الساعة بف بوقع و بصير فيه زي الغيمة اللي بسموه أعراض الاكتئاب والواحد داون ومش قادروا تعبان و كذا و هيك ساعتا بصير الناس لشي و يلجأوا بلجأوا انهم بيأكلوا سكر زيادة و بلجأوا انهم يأخدوا منبهات القهوة بشكل خاص فسبب الاكتئاب عند المجتمع السكر و النشاة يلي بوقف السكر سبب الصرع حالات الصرع بشكل رئيسي 95% فما فوق أكتر يمكن وجود السكر و النشاة في الجسم اي شخص بيعاني من مشكلة صرع اذا بوقف السكر و النشاة بعد عشر سنين الدماغ كتير بتوازن وبشكل عام انه بات الصرع ما بتعود تصير الشخص اللي بتشوفوا عينيهم مسكري هيك مش قادرين تفتح كتير 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 داون انه عندهم اكتئاب وهيك اذا بوقف السكر و النشاة عشر ايام تقريبا بتروح بس العشر ايام صعبة ما بيقدر عليها الا نسيعد بعضنا منعاون بعضنا منتلفين لبعضنا كل يوم هيك يكون قراب بالضبط العشر ايام صعبة كتير ما بيقدر عليها الا الشخص اللي بيكون زجرت يعني نفسيا و عنده ويل باور كتير قوي بسيطة عشر ايام هه منعدون ايه خلال العشر ايام رح يحك معلش رح يتخيل رح يزير يحلم احلام بالشوكولاتة وبالاكل وبالسكر وبالنشا وبالخبز وبالمعجنات و ما بعرف شو رح يزير يحلم فيها يعني اوكي عشر ايام كتير صعبة بعد العشر ايام مرة واحدة هيك مكون قاعد تعبان تعبان مش هاد كذا هيك مرة واحدة بلاقي غيمة كأنه في غيمة ارتفعت بيكون خلاص ارتاح الجسم بس يرتاح راح الادمان ادمان السكر مثل ما قلنا حتى جمعية الطب بامريكا قالوا انه السكر هو اكتر شي بيعمل ادمان في العالم اكتر من الهيروين اكتر من المخدرات كلها السكر قالوا قال مرة بس تاخد سكر شب انتل يدرب ترح السوق بتشتري طبعا انه اي واحد داون والرجال بيروح بيقتول فيشغل قبل القتل سو بعتوهن على الحرب وهو اللي بعتوهن يشتروا اي واحد بكون داون بدو يعوض في عندو نقص whereas يخاف يلي بكون مرتاح ما بدو يشتري شي ما بدو يعمل شي ل 니 هو مرتاح بس الشخص يلي بدو يعوض فكيف بعوض بالاكل بالشوبينج بالغضب بال Hin Linda بتنفتر في الناس اللي حواليه بصير ينتقد ناس اللي حواليه بصيري يشوف حاله أحسن بصير انو انا طائفتي أفضل انا افضل منك احنا أغنى منك بصير يختارو اشياء يختارو اشياء تاي عودوا تعويد 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 البييوغرافي، الأوتوغرافي، قبل ما يموت، كيف عم تكتبصت حياتك؟ كلها مشاكل نفسية سخيف، صورة بشعة بدها برواز يلي بكون مرتاح نفسياً، خلص، ما بده شيء ما بده لمستشارين حلوة ولا هول بطان الصالحة والطالحة، كلهم كذبوني فيهم مستشارين نظبت، فشوف، white, pure and deadly، how sugar is killing us and what we can to stop it يا الله فكتير في كتب تحكي على الموضوع هذا طبعاً القصة، القصة ما بتوقف عند السكر بتوقف برضو السكر الأبيض ما حدي يقرب عليه السكر البني نفس الشيء أخف منهم اللي ممكن ناسي بلشوا يستعملوهم الدبس بس برضو ما بكتر، الفواكه برضو فيها سكر ما بكتر يعني إذا بقدر أكل فواكه إذا كان تسعين بالمية من أكلي أخضر إذا تسعين بالمية من أكلي أخضر، عندي عشرة بالمية بلعب فيها، بين الفواكه، بين شوية بيخ روز، شوية كذا، يعني بلعب فيها بطريقة معينة، بس تسعين بالمية أخضر، أكل غوريلا هذا هو الأكل اللي إحنا مخلوقين تنعيش عليه، هذا هو الأكل اللي إحنا من آلاف سنين جسمنا مبرمج يعيش عليه، لأنه إحنا بس آخر مية سنة ما عدنا نفلح يعني فيه واحد اسمه كينث كوبر، هو يلي طلع مصطلح الايروبكس كينث كوبر عمل بحث بسيط، صار يقول للناس يا جماعة قبل مية سنة كان واحد يفلح في الأرض خمس ساعات، ست ساعات في اليوم هلأ فجأة جسم الإنسان بطل يعمل رياضة، صار طول نهار أحد على أوفيس، فحتى جسم الإنسان ما بقدر يعيش إذا ما عرضته لتمرين رياضية أو لحركة رياضية موازية للي كان عايش عليه من آلاف سنين لحد قبل مية سنة لازم نعرضه لهذا الشيء، طلع مصطلح الايروبكس قال على الأقل، أقل شيء يلي أنا ما عملت شيء نصف ساعة يومياً، نصف ساعة كل يوم بدون انقطاع حركة رياضية قوية تتخلي القلب يصير يدق بسرعة، يدق بسرعة، يدق بسرعة، أو أصل حالي للمرحلة أنه تعبت، لازم، إذا ما عملت شيء نصف ساعة يومياً، أقل إشيء فهذا مرضو واحدة من المشاكل اللي صارت معنا، فمن أكل زي ما حكينا، بأكل أخضر كتير، السكر بكمية كتير بسيطة، حتى السكر بكمية منعدمة، الفواكه والدبس والأمور هاي اللي بكمية بسيطة، إذا بدأ أكل رز بالني، طبعاً مش أبيض، إذا بدأ أكل خبز كامل، مش خبز مأشور، بيكون برضو في ضمن الخمسة بالمئة، تسعين بالمئة، متل ما الطبيعة أنا عيشت عليها، ني ما في طبيغ، أخضر بشكل رئيسي، مكسرات نية، متل ما بياكل السعادين بالغابة، جسمنا لأنه خمسة وتتعين بالمئة مش رقم الطابق، مكسرات نية، بذور، منباتات، إنه زي ما شوفنا في عنا بداء لكل إشي، هلأ شوية منحكي على الطبخ الني، عنا يعني الخبز حطينا بداء له خبز البزر الكتان واللوز، وممكن طحين جوز الهند كمان، بين فترة وفترة، الآيس كريم حكيانا هلأ كيف تنعمل، الشوكولات حكيانا كيف تنعمل، بداء للروز بستعمل الزهرة، إذا بحب، بقدر استعمل، إذا بدي أطبخ بقدر استعمل كينوة أو التاف، بظل أخف، يعني إذا بمشيت بالمعايير الطبيعية خلاص، حالة المشكلة، العصير باستخدم الليمون كتير لأن الليمون لوحده بشيل الأمراض، الليمون لوحده بشيل حصوات الكلة، يلي عنده حصوات كلا بالليمون بشيلها، يا الله، وقاله إذا الفرق عم بيحكي كين ميت شو أنه السكر البنة، قاله الفرق بين السكر الأسمر، السكر الأبيض، رجلين عبينين واحد، لابس درافات، نفس الشيخ، هي هي هي، يا الله، يا الله،